السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا أبنائي اليوم عندنا درس إن شاء الله ماذا يحدث عند خلط المواد لما نخلط المواد بعضها مع بعض رح نشاهد ونلاحظ ما الذي يحدث إن شاء الله بنكون في درسنا بها الصفحتين بنتعرف على بعض المخاليط كذلك بنتعرف على بعض المحالين تعالوا معنا بالصورة الأولى ماذا نشاهد في هذه الصورة حسنتم صحا عندي صلطة خضار عندي بالصورة هذه صلطة خضار طيب الصلطة الآن مما تتكون حسنتم تتكون من مجموعة من المواد مثل عندي الطماطم أيضا عندي الخيار أيضا عندي الخس الجزر طيب المكونات هذه اللي بصحة واحدة الآن هل هي متشابهة ولا مختلفة حسنتم مختلفة هل أستطيع فصلها نعم نستطيع فصلها فيه ناس يحبون مثلا الطماط يلقاهم يشيلون الطماط يأخذها بيده ويتغذى عليها يأكلها فيه ناس ممكن تحب الخيار تأخذ خيار إذا نستطيع فصل مكونات هذا المخلوط هل نتج عنهم مادة جديدة يوم خلطناهم مع بعض ولا احتفظوا بخواصهم أحسنتم احتفظت كل مادة بخواصها ومختلفت إذن هذا أسميه مخلوط إذن لماذا سميته مخلوط كم في مادة أحسنتم فيه أكثر من مادتين وكل مادة احتفظت بصفاتها مش معنى بصفاتها يعني احتفظت بلونها بحجمها احتفظت بملمسها احتفظت بطعمها فهذه معنى احتفظت بخواصها إذن هذه المواد شكلها فقط هي اللي تغير يوم قطعناها إلى قطع صغيرة ووضعناها عندنا الصحن فلذلك نسمي هذا الصحن مخلوط إذن عندنا المخلوط عبارة عن خليط يتكون من مادتين أو أكثر ممكن يكون ثلاث مواد أربع مواد زي ما سوينا قبل شوي ممكن يكون خيار مع الجزر خلاص خيار مع الجزر هذه مادتين خلطناهم مع بعض طيب لو أضفنا طماطم خس زيتون حمص هذه الأشياء يوم خلطناهم مع بعض صارت أكثر من مادتين طيب الجزء الثاني من التعريف ما هو أنه كل مادة من هذه المواد تحتفظ بخواصها فنقول ما احتفاظ كل مادة بخواصها الأصلية دون تغيير تعالوا نشوف الصورة اللي عندني هنا هل هذا الصحن أطلق عليه مخلوط تعالوا نطبك التعريف نطبك التعريف اللي أخذناه الوصف من كم مادة يتكون حسنتم يتكون أكثر من مادتين عندنا لوز عندنا كاجو عندنا فستق عندنا أكثر من مادتين طيب يوم خلطناهم مع بعض هل تغيرت صفاتهم خواصهم ولا احتفظت كل مادة بخواصها حسنتم احتفظت كل مادة بخواصها كيف أنا أفصل مكونات هذه المخلوط تزيد باليد أنا أحب اللوز إذن أنا أخذ اللوز أقدر أنتقيه أقدر أخذه أنا أحب الكاجو أقدر أخذ الكاجو وتذوقه إذن أنا أقدر أفصل هل مخلوط بسهولة لماذا تزيد لأن كل مادة احتفظت بخواصها بصفاتها فنقول نعم هذا مخلوط لأنه يتكون من مادتين أو أكثر وتحتفظ كل مادة بخواصها الأصلية إذن في مواد إذا خلطناهم مع بعض يحتفظ أو تحتفظ كل مادة بخواصها نشوف معنا مثال اللي أمامنا ماذا نسمي هذا أو ماذا نشاهد بهذه الصورة أحسنتم عبارة عن حساء خضار طيب هنا في الحالة هذه ماذا نطلق عليه أو ماذا نسميه أحسنتم نسميه مخلوط طيب لماذا سميناه مخلوط لأن الأجزاء الصلبة الفاصولية والبطاطس وغيرها من المواد نستطيع فصلها حافظت على صفاتها على شكلها إذن نقول لها المخلوط لأنه يتكون من مادتين وأكثر وكمان كل مادة تحتفظ عندنا بخواصها طيب نشوف الصورة التالية عندنا صلطة هنا وعندنا البحر بماذا يتشابه صحن الصلطة مع البحر بالنسبة لدرسنا اليوم أحسنتم يتشابهون أن جميعهم يتكون من مادتين وأكثر صحن الصلطة فيه طماطم جزر خيار خس البحر فيه ماء فيه حيوانات فيه نباتات فيه تربة في قاع البحر إذن هذه نسميه مخلوط لأنه يتكون من مادتين أو أكثر والصلطة أيضا نسميها مخلوط لأنه يتكون من مادتين فأكثر طيب السؤال الثاني فيما تختلف مخلوط صحن الصلطة والبحر أحسنتم صحن الصلطة عندنا يتكون من خضار وأما البحر فيتكون من ماء وملح وفيه بعض المواد مثل التربة ما هم موجود هنا مثل الحاصة مش موجود هنا حيوانات نباتات مش موجود في الصورة إذن فيه تشابه بين الصحنين أو بآسف فيه تشابه بين المخلوطين وأيضا عندنا اختلافات طيب نشوف مع بعض مياه البحر مخلوط مكون من مواد مختلفة وش معنى مواد مختلفة يعني مثل حاصة وتربة في قاع البحر وماء وملح وأسماك منها الملح والماء والأكسجين طيب نشوف مع بعض الصورة التالية في الصورة هذه ماذا أشاهد أحسنتم ماء وملح إذا وضعنا الملح داخل الماء ماذا يحدث هذا اللي بنشوفه مع بعض في التدريبات العملية معنا نشوفه الآن عندنا الملح والماء هذا عندنا الآن كوب وعندنا هنا ملح الملح ميش مكوناته أو ميش صفاته صفاته وخصائصه أحسنتم من صفاته وخصائصه لونها أبيض حبيباته صغيرة مادة صلبة طيب لما أسكب في هذا الكوب ماء طيب ونضع ملعقة من السكر نأخذ ملعقة من السكر من الملح نضعه في الماء وين يروح الملح؟ تازين نزل لأسفل الكأس نزل عندنا إلى أسفل الكأس كم مادة عندي في الكأس؟ أحسنتم عندنا مادتين اللي هي الماء وحبيبات الملح طيب أنا بحركها أبيجز أحرك لفترة من الزمن وبنشوف حبيبات الملح وين تروح؟ ماذا حدث لها؟ طيب نشوف الآن حبيبات الملح هل هي بقيت بنفس الكمية اللي كانت الملعق اللي وضعناها؟ تازين اختفت وين راحة؟ ذابت امتزجت مع الماء امتزج الملح مع الماء فنقول عنه هذا محلول المحلول نوع من أنواع المخاليط نقول له محلول لماذا محلول؟ لأنه أمتزج حبيبات الملح مع الماء طيب خلونا نشوف محلول آخر عندنا بحياتنا عندنا الملح بناخذ ملعقة من الملح وأيضا بنضحها في الكأس لكن بناخذ ماء قبله الماء حالته ماذا؟ أحسنتم صفاته صفاته مادة سائلة ليس له طعم أحسنتم ليس له لون ليس له رائحة طيب وعندي الملح هنا ما هي صفات الملح؟ منتزج مادة صلبة حبيباتها صغيرة لونها أبيض لما نحطهم في بعض أسكب الملعقة بالماء وين راح عندنا حبيبات السكر؟ منتزج نزلت إلى أسفل الكاس إلى قاع الكاس طيب لما أنا حركها بالشكل هذا وهذه الأشياء ترى عندنا بالبيت باستمرار يعني لما نسوي دام أو شربة نحن نسوي زي كذا ولما نسوي شاهي نحن نستخدم بعض المواد هذه معانا في البيت فهذه كل الأشياء موجودة في حياتنا طيب نشوف الآن حبيبات السكر هل هي باقي موجودة في أسفل الكاس؟ متزج ما هي موجودة إذن أين ذهبت؟ امتزجت يعني سارت هي والما شي واحد ساروا مع بعض فنقول عن هذا محلول إذن المحلول عبارة عن مادتين تمتزجاني معا تصبح شكل واحد طيب كيف نأخذ طرق فصلها؟ إن شاء الله في الدروس القادمة نشوف مثال ثالث عندنا مثلا كوب ماء نأخذ عندنا كوب ماء ونمزج معاه أو نضع معاه حبر أو ملون طعام لما نعد الكيك نستخدم ملون طعام طيب ماذا حدث الآن؟ ملون الطعام لونه أزرق أو أزرق غامق وتختلف ألوانه حسب النكهات لما نضعه في الماء ماذا حدث للماء؟ أحسنتم تغير ليش؟ لأنها أمتزج الحبر مع الماء فهذا أسميه محلول ليش أسميه محلول؟ لأنه يتكون من مادتين امتزجتها مع بعض صارت معهم شيء واحد طيب هذه أمثلة موجودة عندنا بحياتنا تعالوا نشوف عندنا مثال ثالث أو مثال رابع معذرة بنسكف في هذا الكاس ماء طيب بنضع الماء عندنا في هذا الكاس وعندنا هنا رمل ما هي صفات الرمل أحسنتم حبيباته صغيرة لونة بني حالته صلبة طيب لما أنا أسكب في الماء كم مادة خلطتنا؟ تهزين خلطنا معدتين خلطنا معدتين الرمل مع الماء الرمل أين راح؟ تزين لأسفل طيب لو حركت هنا مثل الملح والسكر والحبر وأخليه الفترة هل سيمتزج مثل الملح والماء أو السكر والماء أو الحبر والماء؟ اللي بيصير أنه لن يمتزجوا مع بعض يعني ما راح يدخلون مع بعض ما راح يصيرون شيء واحد راح زي ما نشوفه الآن الرمل وين راح؟ إلى أسفل إلى قاع الكأس فنقول له ترسب ترسب الرمل تحت لأنه ما يختلط مع الماء بيحافظ على خواصة لو حطيته بالشمس ماذا سيحدث؟ تزين بيتبخر الماء وبيبقى الرمل إذن أنا فصلت الرمل على الماء لأنهم ما يمتزجون مع بعض فأسمي هذا مخلوط ليش أسميه مخلوط؟ لأن المادتين كل واحد منهم حافظ على صفات وخواصة بينما عندنا في الثلاثة هذه الأمثلة نسميها محلول لين نسميها محلول؟ لأنها امتزجت مع بعض المحليل عندنا المواد لما أضفناها مع بعض امتزجت مع بعض ادخلت مع بعض صارت شيء واحد بنتعرف إن شاء الله في حس القادمة كيف نوصل مكوناتهم المحليل وكيف نوصل مكونات المخالض نرجع لدرسنا بسم الله نشوف معنا هنا في التدريب بعد التدريبات ماذا نسمي الملح؟ متازين مذاب ليس سميناه مذاب؟ لأنه أختفى في الماء طيب ماذا نسمي الماء؟ نسمي الماء مذيب لأن الملح ذاب بداخله طيب ماذا حدث للماء للملح بعد تحريكه في الماء؟ يوم حطينا الملح في الماء وحركناه ماذا حدث له؟ حسنتم اختفى ذاب امتزج امتزج فنقول امتزج الماء الملح مع الماء امتزاجا تاما صاروا شيء واحد فهذا نطلق عليه محلون إذن المحلون يتكون من مادتين أو أكثر ويمتزجون مع بعض شمعنى يمتزجون؟ يعني خلاص يذوبون مع بعض يصيرون شيء كأنهم شيء واحد طيب نشوف مع بعض نوع من أنواع المخاليط المحلول يتكلم عن المحلول أن نوع من أنواع المخاليط يتكون من مزج مادتين أو أكثر في حيث تمتزج فيه المواد امتزاجا تاما خلونا نشوف بعض المحاليل في حياتنا احنا شفناها قبل شوي موجودة معانا مثل العصير العصير نعتبره من المحاليل الشربة نعتبرها من المحاليل ملون الطعام أيضا نعتبره من المحاليل نستخدم ملون الطعام عند مثلا إعداد الكيك طيب نشوف مع بعض الصورة التالية ما هي؟ أحسنتم دلة الدلة هذه أيضا وضعوا أو عند صناعتها وضعوا مادتين مع بعض إن شاء الله بنأخذها في الدروس القادمة أو في مراحل لاحقة نسميها سبائك فنقول يمكن للمحاليل أن تكون صلبة كيف؟ تعالوا نشوف بعض المحاليل لا تحتوي على سوائل فالهواء محلول يتكون من غازات مختلفة أكسجين هيدروجين وهيليوم ثاني أكسيد الكربون اللي أخذناه في عملية البناء الضوئي في النباتات طيب وكذلك النحاس الأصفر محلول يتكون من ماذا؟ يتكون من عدة مواد صلبة تشمل ماذا؟ تشمل النحاس والخارصين يدمجونها مع بعض وتطلعنا بالشكل هذا طيب نشوف مع بعض هل كل المواد الصلبة تذوب في الماء؟ مثل ما شفنا قبل شوي الرمل لما نضعه في الماء هل ذاب زي الملح والسكر؟ تزيل بالتأكيد ما بيذوب طيب شلي بيحدث؟ أنه جزيئات الرمل تنزل عندنا للأسفل وبعد فترة من الزمن يعني بعد ساعة نص ساعة نلقى الكأس يصبح بهذا الشكل يصبح الماء في الأعلى نقي وفي الأسفل حبيبات الرمل لأنه كل واحد منهم يحافظ على خواصة فتنغمر حبيبات الرمل الأسفل فلنقول لها تترسب وبمكنكم تسونا في البيت إلى الحصة القادمة عشان نعرف كيف نفصل الماء عن الرمل إذا نقول لا ليس كل المواد الصلبة تذوب في الماء فالرمل لا يكون محلولا في الماء عندنا بالكتاب وش مكتوب؟ ليس كل المواد الصلبة تكون محالين في السوائل فالرمل لا يكون محلولا في الماء مهما حركناه يعني الرمل لو نحركه في الماء ما رح يذوب لكن السكر والملح مادة صلبة لما حركناهم في الماء ذاب وكون لي محلول متى أطلق عليه محلول؟ إذا اختفى أو إذا اختفت المادة الصلبة في المادة السائلة إذا اختفى الملح في الماء إذا اختفى السكر في الماء لكن مثل الرمل إذا حركناه في الماء ولم يختفي نقول عنه مخلوط وليس محلول طيب نشوف مع بعض عندنا سؤالين نأخذ السؤالين السفسارين يقول استنتج هل تكون جميع المواد محاليل عند وضعها في الماء؟ هل كل المواد الصلبة إذا وضعناها في الماء تصير محلول؟ ممتازين بالتأكيد ليس كل المواد الصلبة أنا لو حطيت حصة في الماء الحصة يذوب الرمل في الماء الماء يذوب الرمل في الماء الرمل يذوب لو حطيت مسمار في الماء وحركته مادة صلبة هل المسمار يذوب في الماء؟ بالتأكيد لا إذن نقول ليس كل المواد الصلبة تذوب في الماء وبالتالي إذا ما ذابت أسميها مخلوط لكن لو ذابت وش أسميها؟ أسميها محلول إذن الإجابة عندي يش تكون؟ لا فالرمل لا يكون محلولا في الماء لأنه ما يمتزج معه طيب نأخذ السؤال الثاني التفكير الناقد لا أرى الملح في محلول الملح والماء يقول بعد ما نحرك الملح في الماء ما أشوفه فكيف أتحقق من وجوده؟ كيف أعرف أن الماء في ملح؟ تازين نتذوقه نحن قلنا من صفات الماء ماذا؟ أحسنتم ليس له طعم لكن لو سار فيه طعم الملح نعرف وقته أن الملح ذاب في الماء إذن من خلال التذوق إذن أخذنا في درسنا اليوم ماذا يحدث عند خلط المواد؟ قلنا أنه عندنا مواد لا تذوب في الماء لا تختفي في الماء لا تمتزج في الماء فأسميها مخلوط مثل عندي الرمل والماء وفي عندنا مواد؟ لا تذوب وتمتزج في الماء أو في السوائل فنسميها محالين مثل العصير عندي ومثل بعض المواد الصلبة لما ندمجها مع بعض سي النحاس والخارصين هذا خلاصة درسنا اليوم إن شاء الله توقف هنا وإحنا وإياكم ونلتقي في درس قادم بإذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه في أمان الله